نفذت قوات الجيش الوطني مسدودة بمروحيات تحالف دعم الشرعية عملية نوعية خاطفة على تحصينات ميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة باقم بمحافظة صعدة وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني شنت عملية نوعية وهاطفة على تحصينات لميليشيا الحوثي الإنقلابية خلف جبل شيحاط شرق باقم أدت إلى مقتل 15 فردا من عناصر ميليشيا وجرح الكثير وكبدتهم الكثير من الخسائر في العتاد وأضفت المصادر أن نخبة من قوات الجيش الوطني بمحور آزال استطاعت تنفيذ مهمة نوعية تمكنت من استدراج عناصر الميليشيا إلى الكمائن التي نصبوها لهم في قرية المزهر شرق مديرية باقم هذا بيواصل الجيش الوطني تقدمها الميداني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في عدة جبهات بمحافظة صعدة وتضييق الخداق على ميليشيا الحوثي الإنقلابية